السلام عليكم مشاهدين الكرام إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي وقدمها عليكم أفورك يوهانس التقت رئيسة الجمهورية سالاور كزاودي بالرئيس الرواندي بول كاقامي في كيغالي لمناقشات القضايا السنائية وتعبر الجولة الأفريقية لرئيسة الجمهورية جزء من تحرك إثيوبيا لحشد دعم موقفها حول صد النهضة الإثيوبي الكبير حيث تتجول الرئيسة الجمهورية هذه الأيام في بلدان حوض النيل والدول الأفريقية الأخرى وتوجهت رئيسة الجمهورية لأسبوع الماضي إلى كينيا وأوغندا لإطلاع زعماء هذه الدول آخر تطورات حول صد النهضة وأكد كل من القادة الكينيين والأوغنديين أهمية ضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل كما سافر وفد الرفيع المستوى بقيادة الرئيس السابق ملات تشومة إلى أوروبا لأسبوع الماضي للقيام بنفس المهمة وسلم ملات رسالة من رئيس الوضراء الدكتور أبي أحمد إلى مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني محمد حمدان دوغلو إن بلاده ستكون وسيط بين مصر وإثيوبيا بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة وجاء ذلك حسب تصريحاته نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن دوغلو عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة وفقا للمصدر فإن دوغلو أكد على أن السودان جزء من ملف سد النهضة وسيكون وسيط بين الأشقاء لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأنه وعداف دوغلو بعد ذيارة الوفد المصري الأخيرة للسودان تم تسليم ملف سد النهضة إلى مجلس الوزراء السوداني معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرر لكل الأطراف حسب المصدر ذاته قال محد الصحة العامة لأثيوبي إن 992 شخصا كانوا على اتصال وصيق مع الأشخاص الخمسة المصابين في إثيوبيا دخلوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وتقوم الحكومة بفخوصات في جميع المنافذ البرية والجوية من خلال تحديد الحرارة طبقا لمعهد الصحة العامة إن الأشخاص الخمسة المصابين حالتهم الصحية مستقرة مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل حالة جديدة من الفيروس حتى الآن وحس المعهد المجتمع على توخي الحذر وتجنب الاجتماعات والأماكن المزدحمة وغسل اليدين بشكل منتظم تعحد جاكما مدير ومالك شركة علي بابا بالتبرع بعشرين ألف جهاز مختبر ومئة ألف قناعة وألف بدلة الطبية وكمامات لكل واحدة من الدول الأفريقية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا وقال جاكما إن مؤسساته ستبدأ أيضا العمل مع المؤسسات الطبية في أفريقيا لتوفير التدريبات عبر الإنترنت للعلاج السريري لفيروس كورونا وغد توصل جاكما ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد لإدارة المبادرات في توزيع الخدمات اللوجستية وتوزيع هذه الاندادات إلى دول أفريقية أخرى وفي محادسات حاتفية يوم الأحد الماضي شدد رئيس الوزراء أبي وجاكما على أهمية محاربة فيروس كورونا في إفريقيا قال نائب عمدة أديس أبابا المهندس تاكل أومى إن الإدارة ستوفر سوائل صحية في متاجر الأدوية والمراكز الصحية بأسعار معقولة في المدينة وقال أيضا أنه تم تشكيل لجنة من قبل إدارة المدينة لتوفير المعلومات للمجتمع بطريقة مختلفة من خلال تنسيق المتطوعين والشباب تعمل اللجنة أيضا على تنسيق النغل وتوعية الجمهور فضلا عن تنسيق المساعدات إلى المحتاجين للمادة التنظيف حس مجلس المؤسسات الدينية الإثيوبيا اتبع جميع أتباع الديانات على الأخذ بالأسباب والحزر لمنع انتشار فيروس كورونا ودع المجلس في بيان أدلى به حول فيروس كورونا في إثيوبيا دعا اتباع الديانات إلى إخذ الاحتياطات اللاذمة في أماكن العبادات ونصح المجلس المؤمنين باتخاذ إجراءات وقائية دون قلق وهلع والتوجع إلى الله بالدعاء والتضرع منوهان للتركيز على النظافة الشخصية والبيئية والتخلي مؤقتا عن أنماط الحياة والتحيات التغليدية كما شدد المجلس على أهمية تنفيذ نصيحة الجهات المعنية من وزارة الصحة ومعهد الصحة العامة وحس مجلس الديانات مجتمع الأعمال والأموال على الامتناء من زيادة الأسعار في السلع دون أسباب منطقية وهي محرمة شرعا وعقلا وقال المجلس إن قرار الحكومة بعدم عقد اجتماعات عامة جاء في وقت مناسب لأن الاجتماعات العامة تساهم في انتشار الفيروس أجرى مكتب رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مناقشات حول سياسة اللغة التي تم إعدادها مؤخرا وجاء في النقاش فإن جميع اللغات لديها الحقوق المتساوية بموجب الدستور يتم حاليا في البلاد استخدام أكثر من خمسين لغة في عملية التعليم ولكن لم تحقق النتائج المرجوة بسبب عدم وجود نظام التطوير للغة في البلاد لمعالجة هذه المشاكل تم تبني سياسات اللغة الجديدة وأجرية المناقشات في المنتدى حول محتوى وتنفيذ هذه الثياسات فإن سياسات اللغة تشمل اللغة الرسمية واستخدام اللغة في وسائل الإعلام وصناعة الترفيهية والتعليم والترجمة الفورية وفقا للخبراء فيجب انتشاء مجلس شؤون للغة الوطني ومركز دراسات اللغات ومعهد الترجمة من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على سياسة اللغة ترجمة نانسي قنقر كنت معكم أفور كهاني السواء إلى اللقاء شكرا